السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درس اليوم في الوحدة الثانية المجالات الكهربائية وقانون كولوم 2 إلى 5 الجهد وطاقة الوضع الكهربائية عندما تتحرك شحنة كهربائية عبر مجال كهربائي فإن طاقة وضعها تتغير فمثلا عند تحريك شحنة كهربائية موجبة بتقريبها من شحنة موجبة فإنك يجب أن تبدل شغلا عليها وذلك للتغلب على قوة التنافر بينهما وبذلك فإن الطاقة تنتقل منك إلى الشحنة الكهربائية التي تدفعها وعندها فإن طاقة وضع الشحنة تزداد أما إذا تركت الشحنة الكهربائية حرة فستبتعت وذلك بسبب التنافر بين الشحنتين وعندها تقل طاقة وضعها وهذا الكلام ينطبق أيضا على طاقة وضع الجاذبية فعند رفع كتلة عن سطح الأرض فإن الكتلة تتحرك عكس مجال الجاذبية فتكتسب طاقة وضع جاذبية وإذا تركتها فإنها تسقط نحو الأرض وبالتالي تقل طاقة وضعها كما في الشكل والخلاصة أن حركة الشحنة الموجبة عكس اتجاه المجال تزيد من طاقة الوضع الكهربائية وعند حركتها مع المجال تقل طاقة الوضع الكهربائية تغيرات الطاقة في المجال الكهربائي المنتظم عند تحريك الشحنة الكهربائية الموجبة ناحية اللوحة الموجبة في مجال كهربائي منتظم فإنه يجب علينا بذل شغل وبالتالي طاقة الوضع للشحنة الكهربائية تتزايد أما إذا تركت الشحنة الكهربائية حرة في المجال فإنها ستتحرك نحو اللوحة السالب فتتناقص طاقة وضعها وبما أن القوة متساوية عن جميع النقاط في المجال الكهربائي المنتظم فإن طاقة وضع الشحنة الكهربائية تزداد بانتظام في أثناء دفع الشحنة الكهربائية من اللوحة السالب إلى اللوحة الموجبة ونمثل بيانياً العلاقة بين طاقة الوضع الكهربائية والمسافة على شكل خط مستقيم كما هو مبين بالشكل والشغل المبدول لنقل شحنة كهربائية Q من اللوحة السالب إلى اللوحة الموجبة يعطى بالعلاقة W تساوي QV ومنها فإن V تساوي W على Q والشغل المبدول سوف يكون على شكل طاقة وضع فتصبح المعادلة V تساوي EP تقسيم Q وبهذه الطريقة يمكن أن نعرف الجهد الكهربائي V عند نقطة ما في المجال الكهربائي على أنه طاقة الوضع الكهربائية لكل وحدة شحنة كهربائية موجبة عند تلك النقطة والفرق في الجهد بين نقطتين هو ما يعرف بفرق الجهد الكهربائي بينهما ومن الشكل فإن اللوحة السالب المؤرط يمتلك جهدا كهربائيا يساوي 0 V والخطوط المنقطة هي خطوط تساوي الجهد الكهربائي وهو الخط الذي يمر بجميع النقاط التي يتساوي عندها الجهد الكهربائي ولتقريب فكرة الجهد الكهربائي نأخذ الشكل التالي حيث يوفر مصدر الطاقة فرق جهد الكهربائي مقداره 10 V وعرضت في الشكل قيم الجهد الكهربائي في نقاط مختلفة باللون الأحمر حيث يمكنك أن ترى أن فرق الجهد الكهربائي عبر المقاومة 4 Ohm يساوي 10 ناقص 8 يساوي 2 V وعبر المقاومة 12 Ohm 8 ناقص 2 يساوي 6 V وعبر المقاومة 4 Ohm 2 ناقص 0 يساوي 2 V حيث أن الشحنات الكهربائية تنتقل من الجهد الأعلى إلى الجهد الأقل الطاقة في مجال كهربائي شعاعي عند دفع شحنة اختبار كهربائية صغيرة موجبة نحو شحنة كهربائية كبيرة موجبة في البداية تكون قوة التنافر ضعيفة ولكن كلما اقتربنا أكثر تزداد قوة التنافر وعندها يجب بذل شغل إضافي أكبر حيث تزداد طاقة وضع الشحنة الاختبارية طالما أنك تدفعها وتزداد أكثر فأكثر كلما اقتربنا من الشحنة الكهربائية التي تتنافر معها والتمثيل البيان التالي يوضح بزيادة المسافة R فإن الجهد الكهربائي وطاقة الوضع الكهربائية لوحدة شحنة كهربائية تقل في حين عند نقصان المسافة R فإن الجهد الكهربائي وطاقة الوضع الكهربائية لوحدة شحنة كهربائية تزيد ويمكننا كتابة معادلة للجهد الكهربائي V عند مسافة R من شحنة كهربائية Q بالقانون V تساوي Q تقسيم 4 باي إبسلون نوت R حيث V هي الجهد الكهربائي عند نقطة تقع على مسافة بوحدة البولت و R هي المسافة بوحدة المتر و Q هي الشحنة الكهربائية بوحدة الكولوم و إبسلون هي السماحية الكهربائية للفراغ يبين الشكل المجال الكهربائي حول شحنة كهربائية موجبة وتوضح الخطوط المنقطعة النقاط التي يتساوى عندها الجهد الكهربائي حيث نلاحظ تقارب خطوط تساوي الجهد الكهربائي كلما اقتربنا من الشحنة الكهربائية ونعرف الجهد الكهربائي عند نقطة ما بأنه الشغل المبذول لكل وحدة شحنة كهربائية لنقل وحدة شحنة كهربائية موجبة من اللانهاية إلى تلك النقطة إن التغير في طاقة الوضع الكهربائية عند تحريك شحنة كهربائية نقطية Q1 من اللانهاية نحو شحنة كهربائية نقطية Q2 تساوي الجهد الكهربائي للشحنة كيو عند تلك النقطة مضروبا في Q1 كالتالي W يساوي V في Q1 والجهد الكهربائي V بالقرب من الشحنة الكهربائية Q2 يساوي V تساوي Q2 تقسيم 4 باي إبسلون نوت R نقوم بتعويض الجهد الكهربائي V في معادلة الشغل وبالتالي تكون طاقة الوضع الكهربائية لزوج الشحنات الكهربائية النقطية W كالتالي EP تساوي Q1 Q2 تقسيم 4 باي إبسلون نوت R فرق الجهد الكهربائي في مجال شعاعي يُعطى فرق الجهد الكهربائي بين نقطتين إحداهما تقع على مسافة R1 من الشحنة الكهربائية Q والثانية على مسافة R2 منها بالمعادلة Δلتا V تساوي Q2 تقسيم 4 باي إبسلون نوت R2 ناقص Q2 تقسيم 4 باي إبسلون نوت R1 ومنها تصبح المعادلة بعد أخذ العامل المشترك دلتا V تساوي Q2 على 4 باي إبسلون نوت قوس 1 على R2 ناقص 1 على R1 وهي معادلة فرق الجهد بين نقطتين بالقرب من شحنة كهربائية Q ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر